موسيقى 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 يا أهلا يا أهلا معظم الأفلام والسلسلات والكتب والحواديت اللي بنتعرف عليها طول حياتنا يكون فيها أسرة أب وأم وأولاد وعادة أن المشكلة بتبقى حاجة من الثلاثة يعمل أن الأب بيموت ويسيب الأسرة فقيرة وحالتها صعبة إما الأم بتموت ويجي الأب بيتجوز زوجة أمة بهدل سندريلا كده إما الأتنين يكونوا موجودين وعايشين بس الولاد هم اللي أشقيها ومطلعين عينيهم في كل حال من الأحوال الوالدين بيكونوا هم الأطراف الطيبة اللي إحنا بشكل أو آخر بنتعاطف معاها كتاب النهار ده بقى هو استثناء وعكس كل الحاجات وجسر كل التوقعات دي تخيلوا معايا كده تبقوا قاعدين في أمان الله وعايزين تشربوا بس مكسلين زي ما بيحصل دايما تقوموا تجيبوا لنفسكم كوباية المية وتفضلوا بصين على الكوباية بصين على الكوباية ومركزين جدا عليها لحد ما الكوباية تيجي لحد عندكم جامد مش كده فكروا في هذه القدرة الخارقة بينما أنا بحكي لكم عن ماتيلدا لأن كان عندها القدرة الخارقة دي ماتيلدا هي رواية للرائي الإنجليزي رول دال وصدرت بالإنجليزي سنة 1988 وترجمت للعربي بنفس العنوان هو اسم البنت ماتيلدا رول دال هو واحد من أهم مؤلفين كتب الأطفال والنشئة في العالم عنده كده قدرة خارقة على سحر القارئ كبير أو صغير بمجرد أنه هو بيرى أي كتاب له ده أو غيره يتحول لشخص ما بيراش خالص ليبقى قارئ نهم بيهتم بالكتب وبيلتهم الكتاب واحد وراء التاني والقصة بعد القصة هحكي لكم عنه أكتر بعد شوية أو في آخر الحلقة ولكن دلوقتي خلونا نتكلم عن ماتيلدا ماتيلدا طفلة صغيرة طفلة معجزة وهي عندها سنتين بس كبتعرف تتكلم وتقول جمال كاملة زيها زي الكبار وهي عندها أربع سنين كانت بتتماشى لحد المكتبة العامة في الشارع اللي وراهم وتقرى كتاب ورا كتاب من مكتبة الأطفال وبعد كام شهر كده كانت تخلصت كل الكتب اللي في مكتبة الأطفال فبدأت تدخل على مكتبة الكبار بتحب شارلز ديكنز وهبتستمتع بوصف هيمينجويل للأشياء رغم أن هي أحيانا ما بتفهمش كل الكلمات وبتروح مع كل كاتب جديد تقراله بلد جديدة وحتة بعيدة في شهور قليلة جداً كانت بالفعل قرأت مجموعة من أهم وأجمل كلاسيكيات الأدب العالمي شيء مدهش ماتيل دا بتقدر كمان تعمل أي عملية حسابية في دماغها في وقت قياسي بتشوف السؤال وتجاوب عليه على طول كأنها عارفة الإجابة من قبل أساساً ما السؤال ما يتسأل طيماً كل الحاجات دي كويسة جداً ما قالها بقى للأخت ماتيل دا إيه مشكلتها المشكلة يا سيدي إن أهل ماتيل دا مش شايفين أي حاجة من الحاجات الخطيرة اللي هي بتعملها دي مش شايفين إنها مميزة في أي شيء مش بس كده هم كمان شايفانها غبية وغريبة لأنها بتختار طاقة تقرأ بدل ما تتفرج معاهم على التلفزيون زي أي أسرة متحدرة أو لما تيجي تجاوب على سؤال الأب بيسأله وتطلع الإجابة صح على طول يعتبرها غشاشة عشان مش معقولة حتة بت مفعوصة كده تعرف تحل مسألة فيها طرح وجمع وضرب في ثانية إيه دا لو كانت شافت الإجابة قبل كده يعني غشاشة ومهما حاولت ماتيل دا إنها تقوله والله أنا مش غشاشة وأنا فعلاً بعرف أحل المسائل دي حتى تسألني أي سؤال تاني محدش بيسمعها خالص أهل ماتيل دا يعني زي ما هو واضح مش ناس مهتمة بالتعليم وعندهم هراء غريبة جداً في كل حاجة مثلاً شايفين إن الجامعة بيروح الناس الفشلة وشايفين إن المكانة الاجتماعية والفلوس هي الحاجة الوحيدة اللي تجعل إنسان كويس أو إنسان وحش الأب مهتم بقدرة الإبن على إجراء العمليات الحسابية مش علشان خالص لما يجبر يدخل الجامعة ويطلع مهندس ولا أي حاجة ولكن عشان لما يجبر ياخده ويشتغل معاه شايف كمان إن اهتمام ماتيل دا بالقراءة مش مهم خالص لأنها أكيد مش هتشتغل أو لو هتشتغل مش هتشتغل حاجة بتجيب فلوس كتير وبالتالي هو شيء ما لهوش لازمة ومش هنكون بنظلمهم لو سميناهم ناس سطحية سطحية يعني نظرتهم للأشياء من برة من على السطح بس ما بيارفوش يشوفوا أي حاجة أعمق أو أهم لو شخص غني عنده بيت كبير عربية جميلة بيلبس لبس غالي باين عليه إنه غالي يبدأ بنسبالهم إنسان هايل حتى لو كان حرامي حتى لو كان وحيد حتى لو كان حزين مش مهم خالص مهم؟ عنده فلوس أما لو حد تاني عنده فلوس أقل بيتعادي ما عندهش عربية بس عنده حياة أكثر اتزانا وعنده شعور أكبر بالرضى وبالسعادة تحب يقرأ كتب يقرأ شعر يسمع مزيكة جميلة يستمتع بكل شيء حلو وجميل في الحياة فهو إنسان فاشل بالنسبة لهم طبعا مش بالنسبة لي لأنه محققش الهدف الأسمى للإنسان من وجهة نظرهم اللي هو إنه يصبح غني اللي أنا بقوله لكم ده ما هواش رأيي شخصي في تصرفات الحج والحجة أهل ماتيلدا إطلاقا ده بالضبط الكلام اللي هما بيقولوه ويحاولوا يعلموه لماتيلدا وأخوها الأب بيمتلك وكالة لبيع السيارات المستعملة بيزنس كويس وشغاله بيجيب فلوس لكن اللي بيخليه جيب فلوس أكتر بكتير هو إنه الأب ما هواش تاجر أمين بيعتمد بشكل أساسي على غش الزبئن وتغيير أرقام عددات العربيات عشان يبدأ إنها هي جديدة ويطلب فيها فلوس أكتر بينما هي في الحقيقة قديمة وبيضة خالص خالص هو بيسمي دي شطارة ابنه بيشوف إن ده ذكاء زوجته اللي هي أمامة ماتيلدا بتشوف إن ده شغل بيزنس هي ما تفهمش فيه وما تحبش تعلق عليه لكن ماتيلدا شايف إن ده غش وإن ده سرقة وإن ده ما ينفعش فبتكون النتيجة دايما إن الأب بيغضب منها إيه شو أعلى كده كل المواقف اليومية اللي ماتيلدا فيها بتعتارد بس العيلة بالكامل بتشوفها مواقف عادية جدا أما بالنسبة للست أم ماتيلدا فهي ست فاضية تماما بتقضي كل يوم بتلعب مع أصدقائها كوتشينا سايبة ماتيلدا الصغيرة قاعدة في البيت لوحدها لأنه كمان أخوها كان بيروح المدرسة وهي لسه أصغر من نهاية روح المدرسة والأم لا تعبأ بأي شيء لا تعبأ يعني لا تهتم غير بنفسها ومتعتها الشخصية ما بتطبخش ما بتشتغلش وما بتذكرش الماتيلدا ولا تعرف أي حاجة عن القراءة ولا المذاكرة وسايبة كل حاجة سايبة كل واحد يعمل اللي هو عايزه المهم محدش يقومها من قدام التلفزيون ساعة عرض مسلسلها المفضل بالليل دهم حاجة كل دا كان شكل حياة ماتيلدا في السنوات المبكرة خالص خالص من حياتها قبل ما تروح المدرسة وتخيلوا معي كده بنوتة صغيرة راحة المدرسة من قبل ما تروح بتعرف تقرأ وتكتب مش بس الجملة طويلة ولكن حتى كتب طويلة أي نعم ما بتفهمش كلمات كتير ولكن هي بتسيب الكلمات تدور حواليها وبتحس ان هي بتستمتع بدها بتعرف تحسب وتجمع وتطرح وتقسم وتدرب في أقل من ثواني وفي نفس الوقت هي في فصل مع الأولاد الصغيرين اللي لسه بيتعلموا ألف با تا أو اي بي سي وبيتعلموا جدول الضرب اتنين في اتنين بكام بصراحة ما حدش كان هيلومها لو كانت راحت المدرسة وبقت مغرورة أو غلصة شوية وشايفة ان البقين كلهم أقل منها أو ان هي أهم وأسكى من البقين لكن ماتيلدا حبيبتي بكاتش شايفة دا خالص يعني كانتش شايفة انها حتى بتعمل حاجة غريبة أو خاصة ولكن عندها فكرة هي بتعمل اللي بتعمله دا ازاي وبالتالي ما كانش فيه أي مصدر للإزعاج بالنسبة لها أن هي تبقى عارفة وأن صحابها ما تبقاش عارفة يعني بالنسبة لها عادي ما فيش مشكلة قراءتها الكتير لكتاب كبار ومهمين في تاريخ الأدب وتاريخ الإنسانية خلتها كده هادية وحكيمة وأهدى من باقي الأطفال اللي في سنها الحقيقة هي كانت أهدى حتى من الكبار اللي حواليها شايفين العيلة عاملة ازاي قدرتها على تحليل الأمور والتفكير بروية روية يعني هدوء وعمق مش من ضمن قدرتها الخارقة ولكن الحقيقة هي نتيجة منطقية لقدرتها الخارقة ما فيش غير ميس هاني الأستاذة بتاعة ماتيل دا في الفصل هي اللي بتلاحظ من أول يوم ومن أول ثانية ومن أول حصة أن البنت دي عبقرية إزاي يا جماعة محدش واخد باله من الكلام دا؟ وميس هاني هي أجمل مدرسة في الدنيا بتحب تلامزها وهم كمان بيموتوا فيها طيبة وذكية ودماء خفيف بتغني معاهم في الفصل دايما فيحفظوا الكلمات الصعبة ويعرفوا يقروها بسهولة بتحببهم في المدرسة وفي الفصل وبتطمنهم طول الوقت فما يكونش أبدا أي حد قلقين أو خايف وهي موجودة وطبعا ماتيل دا عشان بتفهم بتحب ميس هاني جدا أنا شخصيا أنا بقرأ الكتاب كنت بحب كمان ميس هاني جدا وميس هاني بتشعر بضعف المسئولية تجاه ماتيل دا إنه إذا المفروض تهتم بكل التلاميذ وتحبوهم عشان يجبروا يبقوا أدرين يقروا ويكتبوا يحسبوا بسهولة عشان يعرفوا يكملوا التعليمهم ومسيرة حياتهم بشكل ناجح هي لازم تبذل مجهود أكبر لما تيتعامل مع عقلية ودماغ زي ماتيل دا كده لأنها مش بنت عادية أول بتحاول تكلم أهل ماتيل دا ولكنهم بيرفضوا خالص اعتبار بنتهم خاصة أو عبقرية بتحاول تكلم مديرة المدرسة أكتر كائن مخيف على وجه الكرة الأرضية بس مش بس بترفو درافد قاطع لا دي بتضايق ميس هاني أصلا إنها بتفكر في فكرة زي كده وبالتالي بنجد الأستاذة عسل اللي هي ميس هاني يعني مضطرة تتصرف مع ماتيل دا بمفرطها تماما تجيب لها كتب كبيرة في الجبر والحساب والهندسة وتطلب منها أن هي تقراها وتطلع منها ملاحظاتها وقدين هي تبقى تقعد معاها تساعدها وتشرح لها إذا فيه أي حاجة مش مفهومة وده هيحصل في الوقت اللي ميس هاني هتبقى بتشرح لباقي الفصل جدول الدرب تلاتة أو أي جدول درب تاني أو أي حاجة تانية بسيطة أكيد ماتيل دا عرفيها ومش محتاجة أن هي تضيع وقتها بتعملها تاني على مدار الرواية هنشوف بقى مجموعة من المقالب والمواقف المضحكة جدا سواء بتحصل في بيت ماتيل دا أو في المدرسة سواء ماتيل دا كتطرف فيها بنفسها ولا كان حد بيحكيها لها آخر عنصر في الحكاية محتاجة أحكي لكم عنه هو مديرت المدرسة دي ست دي شريرة فعلا وأنا بقى الرواية وأنا كبيرة كده كنت خايفة منها برضو وهي ما هي الشخصية صارمة وحازمة لأنها يعني بتحب النظام أو بتحب أنه هو كل وقت يبقى كل حاجات مظبوطة لا دا آخر شيء هي مهتمة بي ولكنها شايفة أنه دورها أنها تشرف على النظام العام لطريقة اللي الناس بيفكروا بيها شايفة أن دا حقها هي كمان عندها مشكلة كبيرة مع الأطفال هي ما بتحبهمش شايفة أنه هم كائنات مزعجة ومؤرفة ولازجة وبينها وبين نفسها عايزة تموتهم كلهم أو على الأقل عايزهم يختفوا من على كوكب الأرض بترفض تعترف لنفسها أو لأي حد تاني إن هي نفسها كانت طفلة في وقت من الأوقات كأنها ما عندهاش ذاكرة إن هي في أي وقت كانت هي كمان عائلة صغيرة وده شيء عبثي ملوش معنى لأنه حتى أكبر الناس وأضخمهم وأكثرهم شرا وعنفا كانوا عادي في وقت من الأوقات أطفال وقبلها كانوا بيبيهات وده من لحظه مش بس لما بتعاقب حد من التلاميذ على خطأ بسيط وتافه عقاب شديد جدا لدرجة إنه لو حد من التلاميذ اللي تمت معاقبتهم دول قرر يروح البيت ويشتكي لأهله ويقولهم إن المديرة شالته وحدفته بعيد محدش هيصدقه وإنما حتى في تعاملها اليومي مع التلاميذ سواء في التبور أو في الفصل هي وقفة للأخطاء على الوحدة بتترصدها بتستناها تحصل عشان تغضب وتقوم بعقاب أحد الأطفال حاجة شريرة جدا والله ولو لأت إن الطفل هيفلت من العقاب بشكل ما سواء لأنه عارف الإجابة أو لأنه عارف يهرب من الفخ اللي هي بتنصبه أحيانا بتغضب أكتر فتعاقبوا أكتر كده كده بدون أساسا أي خطأ وطبعا رولد دولكن قاصد يخلي الأشخاص الشريرة في الرواية أشرار قوي كده عشان يضمن إنه ما فيش أي نوع من التعاطف هيتم معاهم بالذات لما وقت الانتقام ييجي أو حتى لما النهاية السعيدة تحصل أنا محب الكتاب ده عشان هو فيه الوصفة المزبوطة بالزبط يعني فيه حاجات كيوت وجميلة وملهمة زي شخصية ماتيل دا نفسها أو اهتمام أمينة المدرسة بيها أو المتعرفت عليها أو المراحة المكتبة أول مرة وفيه حاجات كلها شقاوة وعفراتة زي المقالب اللي ماتيل دا بتعملها في البيت أو المقالب اللي التلاميذ بيعملوها في المدرسة فيه كمان حاجات طيبة زي علاقة ماتيل دا بميس هاني وحاجات شريرة زي الأهل اللي مش مهتمين ومديرت المدرسة اللي بتكره العيال كل التفاصيل دي بتخلي الكتاب دا حقيقي وسحري في الوقت نفسه يعني ما هواش كده كتاب مطلع الأفطال كلهم ملايكا ما بيغلطوهش بالعكس بيغلطوا وبيتعاقبوا وبيتحملوا المسئولية وعادي أو مطلع الحياة إنها إما حلوة دايما أو وحشة دايما ولكن بيخليها مزيد كده من الحلو والوحش الطيب والشرير زي ما الحياة في الواقع عاملة طيب هو إيه علاقة كل الكلام دا بالسؤال اللي أنا بدأت بيه الحلقة هقول لكم إحنا خلاص متفقين إن الكتاب بيدور حوالين البنت اللي عندها قدرات عقلية وذهنية خارقة فماذا لو أصبح عندها القدرة على تحريك الأشياء بدون لمسها يعني يبقى عندها سوبر باور إن هي ذكية جدا وعندها قدرات كمان مش عند سوبر مان نفسه وده يوديها فين؟ في ظل معرفتكم الحالية بالمشكلات اللي بتواجه ماتيلدا وميس هوني تفتكروا إيه الحاجة اللي قدرة زي دي ممكن تحققها فتخلي حياتهم هما الاتنين أحسن أنا شخصيا لو كنت فكرت الواحدة ما كنتش عارف الإجابة بس يمكن أنتوا أشتر ويمكن الموضوع مش محتاج شطرة ولا حاجة ومحتاج بس إن أنتوا تقروا الكتاب وإنتوا تعرفوا إيه اللي حصل بالزبط من غير ما تقعدوا وتخمنوا كل اللي أنا حكيته دا هو الإطار العام للرواية ولكن أنتوا لما ديروا الكتاب هتكونوا عادي متفاجئين ومستمتعين تماما وهتكون هي مدخلكم لقراءة بقي عمال رول دال اللي ممكن تكون من أجمل الحاجات اللي عملتوها لنفسكم في الأجازة أو في الحياة رول دال بقى نفسه هو كاتب حكايته حكاية أولا لأنه أساسا ما كانش عايز يكتب للأطفال وكان حدفه الأساسي يكتب قصص وروايات للكبار ولكن الوكيل الأدب يبتاعه دا الشخص اللي بيبقى مسؤول عن الكتب اللي بيكتبها ويديها المين وتتنشر إزاي نصحه إنه يجرب يكتب كتاب للأطفال عشان الكتب هتكون أقصر وبالتالي هتبقى السهل إنها يتعمل لها تسويق وعمل دا والكتاب نجح نجاح كبير جدا لدرجة إنه ديزني نفسها وقتها كانت عايزة تعمله فيلم وطبعا دا أعلى درجات النجاح اللي أي حد بيكتب كتب أطفال بيبقى عايز يعملها في حياته والله حتى أحيانا المؤلفين كتب الكبار بيبقى هو دا أكتر شيء عايزين يعملوه في حياتهم لأن دا بيدمن للقصة والحدوتة انتشار واستمرارية يمكن للأبد ولكن كانت نقطة التحول الفاصيلة في حيات دال هي دخوله الجيش وتحديدا سلاح الطيران زي أنتوان دوسانت إيجزي بيغي أو فاكرين كان برضو طيار ولكن على عكس إيجزي بيغي اللي كان طيار محترف بيعشق الطيران كانت رحلة دال مع الطيران قصيرة جدا استمرت بالزبط 32 يوم والطير من بعدها يبطل علشان حالته الصحية ما استحملتش الطيران ولكن من بعدها وبسببها أصبح لكتبات دال سحر مختلف لأنه مع أنه قضى وقت قليل جدا طاير في السماء لكن كان شايف أنه جرب تجارب إنسانية مش ناس كتير جربتها كتب رول دال في حياته عشرات الكتب والقصص وكتب حتى تلت كتب بيحكي فيهم قصة حياته ويمكن ماتيل دا من أشهرهم بالمناسبة ماتيل دا تحولت لفيلم جميل جدا أنا وأنا صغيرة كان من أفلامي المفضلة وإن كنت كالعادة هنصحكم أن أنتوا تقروا الرواية الأول لأن فيه تغييرات بين الفيلم والرواية والرواية دايما فيها الصورة الأكبر وهي اللي بتمكنكم من أن أنتوا تحكموا بشكل حقيقي على فيلم من أشهر أشهر كتب رول دال بقى اللي تحولت لفيلم كذا مرة وإنتوا أكيد شفتوا واحد منهم هو Charlie and the Chocolate Factory Charlie and the Chocolate Factory دا هو Charlie لما بيدخل مصنع الشوكولاتة وده واحد من أنجح كتب الأطفال في التاريخ ومن أكتر الأفلام ومشاهدة وشعبية بين الأجيال المختلفة المهم أن الكتاب دا وكتب رول دال كلها مناسبة لكل القراء من سن سبع سنين وإنتوا طالعين جدير بالذكر أن معظم كتابات رول دال أو كتير منها تم ترجمته للعربي عن دار مكتبة سمير أنا شخصيا ما قرأت لهاش حاجة مترجمة ولكن من خلال النبادات قادر أقول أن الترجمة كويسة بل لو عايزين تقروها بالعربي تقدره عايزين تقروها بالإنجليزي برضو تقدره ولكن لو هنتكلم عن صعوبة القراءة بالإنجليزي أو سهولتها أتصور مستوى الكتاب يعتبر متوسط يعني أي حد بيعرف إنجليزي هيعرف يقراها حتى لو هيستخدم أحياناً القموس أو جوجل ترانسليت أو يلجأ للأهل أو حد كبير من حين لآخر لما يحتاجي ترجم كلمة معينة وبس كده كده أنا خلصت كلامي ولكن لأن الكتب ما بتخلصش يا رب ما تخلص أبداً استنوني في حلقة جديدة مع كتاب ومغامرة مدهشين أوعدكو أتعجبكو شكراً اشتركوا في القناة